أن أنت عندك المباراة دي قبلها مباراة غاية في الأهمية أمام فريق مصر مقصة ولا حتكون بإذن الله بكرة في ستاد بيترو سبورت بالتجمع الخامس ودي حتكون خطوة مهمة البعض كان بيتكلم أن لازم المباراة دي تتأجل عشان فريق يستعد بشكل أكبر بالعكس مباراة دي حتكون مهمة جدا في إعادة المعنويات المرتفعة بالنسبة للفريق قبل مباراة سانداونز وخصوصا أن أكيد بيمروا بحالة نفسية سيئة جدا وحيبقى فيه شغل نفسي بالتحديد من قبل الجهاز الفني مع اللاعبين خلال الفترة دي فبالتالي مباراة مصر مقصة بالعكس جاية في وقتها النادي الأهلي عنده بطولة أخرى بينافس عليها حتى لو موفقناش وصعدنا لدور الأربعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا أنت بتنافس بكل قوة على بطولة الدوري بتنافس بكل قوة على بطولة الكاس طبعا الأهمية أكبر بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا لكن لو موفقتش خلاص هتركز على البطولات المتبقية بالنسبة لفريق النادي الأهلي فبالتالي البداية والخطوة الأولى بالنسبة للفريق من خلال مباراة مصر مقصة بكرة بإذن الله بإذن الله الفريق يقدر يحقق انتصار جيد بأداء جيد يدي معنويات مرتفعة وحالة نفسية تكون أفضل بالنسبة لعبين قبل مباراة سانداونز الجنوب الأفريقية بإذن الله اللي حتكون يوم السبت القادم وهنا رسالة بالنسبة لكل لعابة النادي الأهلي المتواجدين الفترة دي طبعا اللي بيشاركوا وبتحديد القايمة الأفريقية بالنسبة لفريق النادي الأهلي أنتوا لعابة النادي الأهلي أنتوا أحسن لعابة في أفريقيا أفضل لعابة في أي دور في الوطن العربي أحسن لعابة موجودة في النادي الأهلي لازم تسكوا في نفسكم بشكل كبير جدا كبوة وارد أنتوا تتعرضوا لها لكن الأهم أنتوا ترجعوا بسرعة جدا وتساعدوا كل جمهور النادي الأهلي التعود منكم على كده فما تركزوش خالص في أي كلام خلال الفترة دي تركزوا بس في أنتوا زي تردوا الاعتبار بالنسبة لنادي الأهلي وجمهور ومن خلال مبارايتين بإذن الله المقصة وبعدين مباراة سانداونز والأكيد حيكون فيه مساندة كبيرة جدا بالنسبة من قبل كل جمهور النادي الأهلي للفريق في هذه المباراة الجمهور بقى الوقت ده محتاج الجمهور الجمهور النادي الأهلي متعودين دايما من كل جمهور النادي الأهلي اللي هما دايما بيسندوا الفريق في كل الظروف الصعبة جو الانتقاد أو أننا نعتقد طبعا وارد وطبيعي جدا أنت تنتقد أي لعيب تنتقد أي مدرب خصوصا أنت بتحب النادي ونفسك تشوف النادي أحسن حاجة في الدنيا ومكاسب تكون عديدة بإذن الله بالنسبة للنادي بشكل عام لكن لازم يكون انتقاد ده بناء لازم يقفين مساندة قبل الانتقاد خلال الفترة دي خصوصا أنت بتمر بمرحلة أول مرة نحس بيها كأهلوية مرحلة صعبة جدا فبالتالي هنا دور جمهور النادي الأهلي اللي لازم يقف ويساند الفريق بأقوى شكل ممكن خلال المرحلة الحالية فبالتالي ده دور الجمهور وإن شاء الله بإذن الله جمهور النادي الأهلي في المواعد دائما لما بيكون في أي ظروف صعبة بنور بيها الفريق بتلاقي الجمهور موجود بالشكل الجيد والشكل المناسب والجميع جدا أنه معظم أو مش معظم كل جمهور النادي الأهلي عايز يروح المباراة اللي أنت مجلوبها أصلاً 5-0 اللي أنت أملك فيها ضعيفة هو ده جمهور النادي الأهلي اللي بيدور على تذاكرة عشان يروح لساند الفريق فأصعب الظروف إن لم يكن الظرف الأصعب على مدار تاريخ النادي الأهلي فإن شاء الله كل التوفيق بالنسبة للنادي الأهلي في مباراته بإذن الله سواء مبارات المقصة بكرة ودي مباراة مهمة جداً وأصبحت لها أهمية أكبر شوية من مبارات سانداونز خصوصاً بعد أن فرصه خلاص بقت ضعيفة لكن الأهم إن حتى لو فيه أمل 1% أو 1% مليون زي ما قلت لحراتكم مع البداية النادي الأهلي حي لعب على هذا الهدف وحيحاول بشتى طرق إنه هو يوصل له إنه هو يحاول يصعد لدور النصف النهائي من بطول الدورة أبطال أفريقيا وده اللي بنتمنى وحيلم حيكون كبير جداً 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 كل توفيل نادي الأهلي في المرحلة الجاية طيب